اشتركوا في القناة ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وتأتي زيارة سمو الشيخ خالد بن حمد ضمن سياسة التواصل المستمر بين سموه والجهات الرياضية في إطار اهتمام سموه بإدعم ومساندة تلك الجهات من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي تصهم في الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية ومنتسبها على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة الرياضة وفي سبيل مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في الرياضة البحرينية والتقاسم وخلال زيارته لهذه الجهات الرياضية برئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد سعادة النائب عالي عيسى إسحاقي ورئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة سعادة القبطان وليد عبد الحميد العلوي ورئيس الاتحاد البحريني لاستباحة سعادة المستشار دكتور محمد أحمد مجبل وثم نسموه الجهود الكبيرة التي تبدلها الجهات الرياضية من خلال إقامة الفعاليات والمسابقات المحلية وتهيئة الأجواء المثالية لإعداد وتحضير المنتخبات الوطنية للمشاركة المشرفة مشيدا سموه بالإنجازات التي حققتها هذه الجهات في مختلف المشاركات حثا سموه على مواصلة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الإلعاب والرياضيين على الشكل الذي يسهم في النهوض بالقطاع الرياضي بالمملكة وقد استمع سموه إلى إيجاز من ممثلي تلك الجهات حول الخطط المستقبلية التي تسعى لتنفيذها لضمان استمرار الجهود بهدف حصد المزيد من النتاج المميزة التي تعزز من الحضور البحريني على المستويين القاري والدولي من جهتهم قدم ممثل الجهة الرياضية الشكرى والتقدير إلى سموه على تفضله بهذه الزيارة مؤكدين أن الزيارة تعكس التقدير الكبير الذي يليه سموه بجميع الجهات الرياضية مضيفين أن الزيارة تعكس حرصة واهتمام سموه على دعم الجهود بهدف تحقيق نهضة شاملة في جميع الألعاب لتحقيق مزيد من النجاحات معاهدين سموه للمضي قدما نحو مواصلة العطاء لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار قطاع الرياضة اليوم تشرف مع أخواني في مجلسة دارة التحاد البحرين لكرة اليد بلقاء سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد وخلال اللقاء تم التباحث في الأمور التخصصة البحرين لكرة اليد في الأمور الفنية والإدارية وتوجيهات سموه للاتحاد للمحافظة على مكتسبات الاتحاد للتحقيقات في الفترة الماضية سواء كانت على مستوى المنتخبات أو على مستوى التواجد في المناصب الخارجي للاتحاد البحرين لكرة اليد في الاتحاد الأسيوي والتطلع للتواجد في الاتحاد الدولي كما تم توجيه سيدي سمو الشيخ خالد للاتحاد بأن تركيز المرحلة القادمة على المنتخبات الفيات السنية وتدفق اللاعبين الصغار للعب مع المنتخب الأول وهذا عمل عرض سريع لسموه هو بيان لخطط الاتحاد أنه ماشي على نفس توجيهاته أنه فيه تدفق عندنا وعمل أكاديميات لنشر اللعب في جميع محافظات المملكة فنتمنى المرحلة القادمة تكون مرحلة أخرى أو نقلة ثانية لاتحاد كرة اليد ولتحقيق نتاج أفضل وتشرف البحرين وتسعد الشعب البحريني الشيخ خالد زيارته كانت عظيمة بالنسبة لنا كاتحاد تم التباحث واطلع سموه على بعض الخطط الموجودة على ما تم إنجازه من قبل اتحاد السلة سواء للفئة العمرية عندر 16 أو تحت 16 الناشئين والفريق الأول كذلك حيث تأهل الفريق الأول لبطولة آسيا وتصفيات كاس العالم أما بالنسبة لمنتخب الناشئين واللي شرفنا سموه الشيخ خالد في المباراة النهائية فقد فاز بالمركز الأول فكان البطل بالنسبة لبطولة الخليج وتأهل كذلك لبطولة آسيا فمن الأشياء اللي حثنا عليها سموه الشيخ خالد كانت تحسين أداء اللاعبين المدربين الحكام فالمطلوب من الاتحاد تحسين جميع الأطراف التي تصب في تحسين ووصول البحرين إلى مراكز قيادية في الاحتفالات الدولية بالنسبة لكرة السلة كما تم التركيز على بعض الأمور مثل البراعم المدارس المناطق المختلفة في مملكة البحرين يجب تواجد لعبة السلة فيها ونشرها كذلك فهذه الزيارة عزيزة علينا تشرفنا بوجود سموه الشيخ خالد معاننا اليوم وعطاننا النصائح والإرشادات فهذه كلها تدل على اهتمام سيدي ملك مملكة البحرين وسيدي ولي العهد وكذلك سموه الشيخ ناصر بن حمد على اهتمامهم بالرياضة فهذه شيء جديد عليهم ومملكة البحرين إن شاء الله تصبوا وتتطلع إلى وصول أعلى المناصب